قلوات المجد للأطفال أمان لطفلك وراحالي بالك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجكم المتميز بكم وبمشاركاتكم برنامج أحلى كلام كيف الله نعرف فكرة البرنامج وتفاصيل الحلقة كيف تمشي خلينا أول شي نرحب بحنين وأحلى كلام مع حنين السلام عليكم أهلا بك يا خالد وأهلا بك يا محمد وأهلا بكل جمهورنا جمهور قناة المجد للأطفال يا رب فكرة برنامجنا وفقراته تعجبكم بطنور رضاكم بإذن الله بتعجبهم بطنور رضاهم لأنها أصلا قائمة على مشاركاتهم وأحلى كلام أكيد من أحلى مشاهدين وهم جمهور مجد للأطفال وجمهور برنامج أحلى كلام وكمان خلينا نرحب بمحمد وأحلى كلام مع محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك يا خالد أهلا بك يا حنين وأهلا بالمشاهدين اللي احنا بنستمتع بوجودهم معنا ومشاركتهم لنا في البرنامج يعني وعايز أعرفكم حاجة البرنامج ده معمول مخصوص عشان نشارككم يعني ونناقش مشاكلكم أها يعني البرنامج شو مهم جدا البرنامج أصلا قائم على مشاركات الجمهور صح؟ أهلا هي نعم وأحلى كلام من أحلى جمهور وأحلى مشاهدين جمهور قناة مجد للأطفال وأحلى كلام هو كلامكم يا حبيبنا أغلى كلام اللي بيوصف نفض قلبنا علشان يبقى أحلى كلام وأحلى كلام منكم أنتم جمهور مجد للأطفال طيب بالنسبة للمشاركات لها شكل واحد اللي كيف ممكن يشاركون؟ أشكل كتير طيب عطنا كده أشكال كيف ممكن يشاركون الجمهور؟ مش هنبص على الصور بص ممكن تغريدة الصوتية التغريدة الصوتية هذي شكل سألة صوتية صح؟ أه تغريدة صوتية اللي عرفوا تغريدة مكتوبة تكون لا لا تويتر عمل ميزة جديدة يعني على التغريدة الصوتية يعني ممكن أسجل صوتي صح؟ أه وغرت فيه طبعا جميل جدا طيب الآن اللي دائم يقولون الخط مشغول انتهى وقت الحلقة ولا مدانا نتصل ما عندنا رصيد الآن في ميزة كويسة جدا وهي ميزة التغريدة الصوتية أبد فعل حسابي على تويتر وتابع أهم شيء قناة مجد للأطفال أو حساب قناة مجد للأطفال وتابع موضوع الحلقة وخلينا بعد شوية بنقول موضوع الحلقة برنامج أحلى كلام وكتب برنامج أحلى كلام برنامج أحلى كلام في كلمة برنامج وابدأ شف موضوع الحلقة اللي بتجي وحضر المشاركة المتميزة صوتك حلو شارك بنشيد عندك آية عندك حديث عندك موضوع عندك موضوع تعبيري أي شي عندك أبد فعل حساب على تويتر وغرد على هاشتاغ البرنامج برنامج أحلى كلام وغرد بهذه التغريدة الصوتية وبإذن الله بتعرض معنا في برنامج أحلى كلام وأكيد بيكون أحلى كلام لأنه من أحلى جمهور وبإذن الله بيكون للتغريدات الصوتية الأولوية في العرض في برنامج أحلى كلام إذن مشاركات الصوتية هي أول شيء ثم عندنا شكل الثاني هي شيء مكتوب أو كذا اللي هي التغريدة المكتوبة العادية على هاشتاغ البرنامج برنامج أحلى كلام طيب هذا بالنسبة لتويتر ومش بس كده يا خالد عندنا كمان الاتصالات جميل وعندنا جاءت اتصال وحد من شاء الله تصويته بفكرني أني بقى خليه حطوا صوته نفسه هذه الأيقونة الثانية صح؟ بزا بفكرني بس وانتو جميعون فكروني وكمان عندنا رسالة بس ما حدش قرأها وإحنا إن شاء الله نقرأها ونشوف كل تغريدات بتاعكم هذا بالنسبة للقونات الثلاثة اللي هنا في زي ما قلنا يعني شكل سماعة اتصال أو سماعة تليفون لشان المشاركات العيدية المعتادة المشاركات بالاتصال لكن كما ذكرنا التغريدات الصوتية هي أول شيء وهي ميزة الآن جميلة جدا على موضوع أو على تويتر على أشتاق البرنامج برنامج أحلى كلام شاركنا بتغريدتك الصوتية وكذلك باتصالك على الأرقام اللي بيقولها لنا محمد كام الأرقام؟ داخل المملكة السعودية 0-1-1-2-2-5-7-7-1-9 وخارج المملكة العربية السعودية 0-0-9-6-6-1-1-2-2-5-7-7-1-9 أحسنتم لذلك حنا بانتظار مشاركاتكم وأحلى كلام وأحلى كلامكم على هاشتاج البرنامج برنامج أحلى كلام وكذلك على الأرقام اللي ذكرناها جبل شوي طيب بالنسبة لفكرة البرنامج بشكل عام بيكون عندنا موضوع بنترحه قبلها بيوم بينزل على حساب مجد الأطفال على تويتر على هاشتاج برنامج أحلى كلام واللي عنده مشاركة سواء زي ما قلنا بتغريدة صوتية أو بتغريدة مكتوبة أو كذا يبدأ يحضر المشاركة اللي عنده ويشاركنا على هاشتاج البرنامج وكذلك في وقت الهوى عندنا بنستقبل الاتصالات على موضوع الحلقة اللي بيطرح زي ما قلنا قبلها بيوم علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع